السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة الدبلوم التجاري والتعليم الفندقي أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات منهج قانون العمل والتأمينات الاجتماعية معكم إن شاء الله مستر فاهمي أحمد عبد السلام إن شاء الله النهاردة الحلقة بتاعتنا برضو هنكمل المواجهات بتاعتنا لكن طريقة المواجهة النهاردة هتبقى مختلفة مختلفة إزاي؟ طبعا إحنا في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا على الجزء الخاص بقانون العمل والجزء الخاص بقانون الخدمة المدنية والجزء الخاص بقانون التأمينات النهاردة بإذن الله لما هنيجي نراجع المواجهة بتاعتنا سأقيا كان نوع السؤال بقى اللي احنا نتكلم فيه مش هنقولي الإجابة على طول أمال هنعمل إيه؟ هنشرح الموضوع بتاع السؤال ده بالتفصيل وفي النهاية خالص أنا وإنت مع بعض هنوصل للإجابة طبعا إن شاء الله بإذن الله كده ما عادش وقت على الامتحانات عايزين نشد حنا عشان بإذن الله نجيب المجموع اللي احنا عايزينه ونقدر نخش الكلية اللي احنا عايزينها المواضيع مصعبة المواضيع سهلة جدا محتاجة مننا تركيز اللي لسه مذاكرش يبتدي يجهز نفسه طالب الدبلوم ده طالب مجتهد وفيه طلبة كتير جدا بيتواصلوا معايا من المحافظات المختلفة بيسألوا عن كل حاجة طبعا عن طريق القناة بتاعتنا نقدر نتواصل مع بعض في أي سؤال أنت مش عارفه حل أسئلة الامتحانات وفيه نقطة أنبه عليها وانت بتحل أسئلة الامتحانات يريد تبتدي تراجع الامتحانات من 2018 ليه؟ لأن الامتحانات اللي قبل كده في بعض الأجزاء تم حسفها من المنهج فهتلاقي أسئلة أنت مش عارف لها إجابة ليه مش عارف لها إجابة لأنها مش موجودة في المنهج الجديد بتاعنا طيب إحنا بنقول كل حصة وبننبه كل حصة إحنا الامتحانات بتاع قانون عمل والتأمينات بيبقى مقسم لثلاث أجزاء قانون عمل وقانون خدمة مدنية وقانون التأمينات طيب النهاردة بإذن الله هنراجع كده بسرعة قبل ما نبدأ الأسئلة بتاعتنا هنراجع كده مراجعة بسيطة جدا كده على الفصل الأول في قانون العمل أو البداية خالص في قانون العمل الناس اللي ما ذكرتش تتابع معايا هنلحق إن شاء الله بإذن الله وبإذن الله نقدر نقول باللغة بتاعتنا كده اتطلب عرفنا نقفل في المادة بتاعتنا بإذن الله إن شاء الله طيب إحنا جزء الأول أو الخاص بقانون العمل والتأمينات تعريف قانون العمل يعني إيه قانون العمل ويعني إيه العمل أصلا وأنواع الأعمل وشروط تطبيق قانون العمل هناخدهم كده مع بعض مراجعة بسيطة المراجعة الصابحة بالتفصيل في الحلقات السابقة تقدر تتابعها على اليوتيوب لكن احنا هنا هناخد مراجعة بسيطة كده هنبتدي نتكلم على قانون العمل قانون العمل والتأمينات الاجتماعية هل القانون كده ببساطة يطبق على القطاع العام ولا على القطاع الخاص لا قانون العمل يطبق على القطاع الخاص يعني معنى كلامي كده إن كده يخرج العمل العام يخرج العمل العام من نطاق تطبيق قانون العمل عشان لو جاء الناس وقال صح وغلط وقال لك يخرج العمل العام من نطاق تطبيق قانون العمل ويحكم بمقتدى قانون الخدمة المدنية قانون العمل العام لا يدخل ضمن نطاق قانون العمل لأن قانون العمل يطبق على القطاع الخاص العمل بصفة عامة نوعين ايه هم النوعين دون نوعين العمل العام والعمل الخاص العمل العام والعمل الخاص ايه هو العمل العام وايه هو العمل الخاص العمل العام هو ذلك العمل الذي يتم لحساب شخص من اشخاص القانون العام باعتباره سلطة ذات سيادة تاني تعريف العمل العام هو ذلك العمل الذي يتم تحت إضافة شخص من أشخاص القانون العام أشخاص القانون العام باعتباره سلطة ذات سيادة باعتباره سلطة ذات سيادة أما العمل الخاص هو العمل الذي يتم لحساب شخص من أشخاص القانون الخاص باعتباره اه يمثل القانون الخاص. يبقى كده عندنا اه حاجتين. العمل العام والعمل الخاص. العمل ينقسم العمل الانساني الى نوعين. عمل عام وعمل خاص. العمل العام. العمل العام. هو ذلك العمل الذي يتم الحساب شخص من اشخاص القانون العام. باعتباره سلطة ذات سيادة. ونحط تحت السيادة دي خط لانها بتيجي في الامتحان اكمل. اما العمل الخاص هو العمل اللي بيتم تحت سلطة من السلطة اشخاص القانون الخاص. طيب ده كده انواع العمل. طب قانون العمل ده بيطبق على العام ولا الخاص؟ بروضع عليكم. قانون العمل معمول للعمل الخاص. طيب يعني اي حد شغال في القطاع الخاص يطبق عليه قانون العمل طبعا لا. طبعا لا اليه. لان العمل الخاص انواع. انواع العمل الخاص ثلاث انواع. عمل مستقل. عمل مسترق. عمل تابع. يبقى تاني. ينقسم انواع. تنقسم انواع العمل الخاص الى ثلاث انواع. عمل مستقل. عمل مسترق. عمل تابع. السؤال بتاعنا هنا. قانون العمل يطبق على انهيح واحد في التلاتة هل المستقل هل المستقل هل التابع طب تعال كده مع بعض نفهم قبل ما نقول يطبق على مين تعال نفهم يعني ايه التلاتة دول العمل المستقل هو العمل الذي يستقل فيه الشخص لحساب نفسه حساب نفسه هو زي ايه زي المحامي الطبيب الحرفي كل ده يعني يعني مثلا انا اه شغال نقاش او اي عمل حرفي كده انا اسمي عمل مستقل طبعا هنا العمل المستقل انا مش خضع لحد خلي بالك من النقطة دية يعني لو انا فتح محل مثلا هل ده عمل خاص اه عمل خاص بس خاص ايه مستقل انا المحل اللي انا فتحه دول هل لو انا جيت بادري او جيت متأخر او حقا ارباح او محقا ارباح هل حد هيحسبني طبعا لا يبقى انا هنا مش خضع لحد ومشتبع لحد يبقى ده ده العمل المستقل اما العمل المستقل هو عمل يخضع لسلطة جماعية يخضع لسلطة ايه جماعية بتضع المسئولين جميعا في العمل المستقل لسلطة جماعية يعني ما بيش حد شغال عند التاني اكيد عايز وصلنا الحاجة اه عايز وصلنا لايه ان عشان اطبق قانون العمل لازم حد يبقى شغال عند حد لازم طرف يكون شغال عند الطرف ده طب مين الطرف ومن الطرف ده لازم يكون في عامل شغال عند صاحب العمل لازم تنشئ علاقة التبعية عشان اطبق قانون عمل لازم تنشئ علاقة التبعية عشان كده بنقول ايه قانون العمل يطبق على العمل التابع وشرط التبعية هو الشرط الفيصل في الاعمال الخضاع لقانون العمل تاني يعني مثلا لو جاء لنا سؤال صح وغلط وقال العمل المستقل او يسري كلمة يسري يعني يطبق يسري قانون العمل على العمل المستقل او لا خطأ يسري قانون العمل على العمل المشترك قال له لا خطأ يسري قانون العمل على العمل التابع قال له اصح يبقى قانون العمل يطبق على القطاع الخاص انهي نوع من القطاع الخاص العمل التابع طيب هل فيه شروط لتطبيق قانون العمل عندنا ثلاث شروط لتطبيق قانون العمل ايه هما الثلاث شروط دول اول شرط ان يكون العمل خاص يبقى عشان اطبق قانون العمل لازم يكون العمل خاص الشرط التاني ان يكون العمل تابع لازم يكون العمل ايه تابع الشرط التالت ان يكون باجر يبقى ثلاث انواق ثلاث شروط لتطبيق قانون العمل ان يكون العمل خاص ان يكون العمل باجر او مقجور ان يكون العمل تابع طب هو يا مستر لو العمل مش خاص يطبق قانون العمل لا طبعا لان المشخاص يبقى عام وهنا لا يخضع لقانون العمل طب هو لو مش مقجور لو مش باجر يعني لا يطبق عليه قانون العمل اه طبعا ويعتبر عمل تطوعي عمل تطوعي او تبرع من الشخص والعمل التطوعي لا يخضع لقانون العمل العمل التطوعي لا يخضع لقانون العمل تطوعي يعني تبرع مني انا بقول العمل ده بدون اجل غير ما اجوب يبقى هنا العمل ده لا يخضع ليه قانون العمل الشرط التالت ان يكون العمل تابع يبقى لما يجي يقول لك شروط تطبيق قانون العمل اقول له ان يكون العمل خاص أن يكون العمل مأجور أن يكون العمل تابع طيب الفئات التي لا يطبق وخلي بالك لا يطبق أو لا يسري أو الفئات المستثناء من تطبيق قانون العمل الحقيقة قانون العمل بيختلف على القوانين الأخرى اللي هو قائم على فكرة الاستبعاد يعني فكرة الاستبعاد يعني بدل منقول اللي هيتطبق عليه القانون لا إحنا هنستبعد اللي مش هيتطبق عليه القانون ودي حاجة بتميز قانون العمل إيه بقى التلت فئات التي الذي لا يطبق خلي بالك لا يطبق عليهم قانون العمل تلت فئات دول مين أول فئة جميع العاملين بالجهاز الإداري في الدولة ووحدات الحكم المحلي أي حد شغال تبع الدولة ده مش هيتطبق عليه قانون العمل لهم خضعين لقانون العمل العام تاني فئة اللي مش هيتطبق عليها قانون العمل عمال الخدمة المنزلية وما في حكمهم عمال الخدمة المنزلية وما في حكمهم تالت فئة مش هيتطبق عليها قانون العمل أسرة صاحب العمل بشرط أن يكون يعولهم أو إذا كان يعولهم يبقى تلاتة لا يطبق عليهم قانون العمل مين التلاتة دول أول حاجة جميع العاملين بالجهاز الإداري في الدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات رقم اتنين عمال الخدمة المنزلية وما في حكمهم رقم تلاتة أسرة صاحب العمل إذا كان يعولهم طيب هما دول يا مستر بس لتلات فئات اللي مش هيتطبق عليهم قانون العمل هقول لك لا هناك بعض الطواقف يبقى في فئة وفي إيه طائفة الفئة بيبقى عدد كبير الطائفة عدد قليل هناك بعض الطواقف لا يطبق عليها قانون العمل طيب لو جلنا سؤال كده في الامتحان وقال هناك بعض التواقف لا يطبق عليها قانون العمل اذكرهم او اذكر 4 و 5 منهم مين التواقف دول التواقف دول اللي انا هقولهم دلوقتي لا يطبق عليهم قانون العمل مين دول التواقف دول العاملين في المؤسسات التعليمية الخاصة العاملين في المؤسسات الصحفية الخاصة عمال المناجم والمحاجر عمال المناجم والمحاجر العاملين بالمناطق الحرة كل دول طواقف العمال البحريون مش هتطبق عليهم قانون العمل تاني الطواقف التي لا يطبق عليها قانون العمل العمال البحريون عمال المناجم والمحاجر العاملين بالمؤسسات التعليمية الخاصة العاملين بالمؤسسات الصحفية الخاصة وعمال المناطق الحرة كده دول طواقف مش هتطبق عليهم قانون العمل يبقى ايه هو بقى قانون العمل بعد اللي قلنا ده قانون العمل هو القانون او مجموعة القواعد القانونية اللي هتتولد او تنشأ من علاقة طرف بطرف اخر او علاقة عامل بصاحب العمل سواء كان صاحب العمل ده شخص طبيعي او شخص اعتباري اذا توفر رابط التبعية او شرط التبعية يبقى شرط التبعية هنا شرط من شروط تطبيق قانون العمل يبقى كده عرفنا قانون العمل قلنا أنواع العمل العمل العام نوعين العمل الإنساني نوعين عمل عام وعمل خاص أنواع العمل الخاص ثلاثة أنواع عمل مستقل عمل مستقل عمل تابع شبوط تطبيق قانون العمل أن يكون العمل خاص أن يكون العمل مأجوه أن يكون العمل تابع بعد كده تكلمنا على الفئات التي لا يطبق عليها قانون العمل الفئات المستثنى من قانون العمل الفئات التي لا يسري عليها قانون العمل أي صيغة من الثلاثة ممكن يجينا السؤال ده ايه يا الفئات دي وقم واحد جميع العاملين في الجهاز الادامي في الدولة ووحدات الحكم المحلي وقم اتنين عمال الخدمة المنزلية وما في حكمهم وقم تلاتة اصلة صاحب العمل اذا كان يعلهم معنا كمان اللي قلنا كمان هناك بعض الطوائف لا يطبق عليها قانون العمل من الطوائف دول العمال البحريون عمال المناجم والمحاجر العاملين بالمؤسسات الصحفية الخاصة العاملين بالمؤسسات التعليمية الخاصة والعاملين بالمناطق الحرة شان لو جلنا صح وغلط يجلنا سؤال كده يقول لنا ايه هل عاملين بالمناطق الحرة من الطوائف الخاضعة لقانون العمل اهم من الطوائف لكن غلط الغير خاضعة لقانون العمل عندنا كمان في الباب الاول تكلمنا على الاضراب والاغلاق يجينا سؤال اكمل كده خلي بالك من السؤال ده استحدث قانون رقم 12 لسنة 2003 او استحدث قانون العمل حق نقط وحق نقط اقول له حق الاضراب وحق الاغلاق تاني السؤال استحدث قانون العمل استحدث يعني ادخل بعض المواد القانونية ما كانتش موجودة في القانون استحدث حاجتين ايه هما حق الاضراب وحق الاغلاق حق الاضراب يعني العامل من حقه انه هو يتم الاضراب عن العمل اما الاغلاق انه من حق صاحب العمل اغلاق المنشأة سواء كان كليا او جزئيا برضو هراجع معك الاضراب كده وراجع معك الاغلاق مراجعة بسيطة كده لو انت عايز الشرح بالتفصيل قلنا الشرح بالتفصيل في الحلقات اللي فاتت احنا كده بنعمل عملية مراجعة على الباب الاول الادوابووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اسباب ايه? مهنية. اه بغير رضاق صاحب العمل. يعني ايه? الاضواب معناه ان انا او مجموعة من العاملين معايا. يعني هنا شرط ان الاضواب يكون جماعي. ممكن اعمل اضواب اه اعمل اضواب عن ايه? اعمل اضواب عن العمل اللي انا ملتزم بيه. هردوا بعد العمل اللي انا ملتزم بيه. ولازم يكون الاضواب لاسباب مهنية. يعني ايه اسباب مهنية? اسباب تخص المهنة بتاعتي. في سؤال اكمل مهم جدا. نخلي اللي بنا من السؤال ده بيقول ايه? يكون الاضراب للدفاع عن المصالح نقط ونقط ونقط. تاني. ياريت الطلبة اللي امتبعنا جيبوا الورقة والقلم زي ما بنعمل كل حصة ويكتب معنا الكلام ده. يكون الاضراب للدفاع عن المصالح نقط ونقط ونقط. اقول له المصالح المهنية المصالح المصالح الاقتصادية المصالح الاجتماعية. يبقى لو الاضراب للدفاع عن المصالح اقول له المصالح الاقتصادية المصالح المهنية المصالح اه الاجتماعية. طيب هناك برضو اه عندنا نقطة مهمة جدا المنشآت المحظور فيها الاضراب. يعني ايه? هناك بعض المنشآت القانون منع فيها وحذر من الاضراب. المنشآت دي ممكن تكون منشآت حيوية واستراتيجية. يعني ايه منشآت حيوية? منشآت تخص حياتنا اليومية. احنا كافراد عاديين جدا ممكن نتأثر بها وتأثر على حياتنا. ازاي? يعني ممنوع الاضراب فيه? الاسعاف المطافي المستشفيات المواصلات المخابز الطرق المواصلات القهرباء منشآت الامن القومي المطارات المواني المنائر كل دي منشآت محظور فيها الاضراب. لان لو حصل فيها اضراب بتأثر على حياتنا وبتأثر كمان على الامن القومي. صيرة السؤال بيجي فيها ازاي? بيجينا طبعا رأي قانوني وتكلمنا عليه قبل كده. هيجي يقول لك نظم مجموعة من العاملين باحدى المستشفيات اضرابا سلميا للدفاع عن مصالح مهنية. اقول له هنا غير قانوني. غير قانوني لانها لان المستشفيات هنا من المنشآت المحظور فيها الاضراب. نظم مجموعة من العاملين بواحدة دفاع المدني. واحدة مطافي يعني. اضراب مطالبين بزيادة اجرهم. هما من حقهم ان هما يطلبوا بزيادة اجرهم. لكن المطافي من المنشآت يبقى هنا الموقف غير قانوني لان المطافي هنا من المنشآت اه اللي محظور فيها الاضراب. ده بالنسبة للموضوع الاضراب. تكلمنا كمان على الاغلاق. يعني ايه كلمة اغلاق. قلنا في الاغلاق ان اذا كانت المنشآت بتمر بالظروف اقتصادية صعبة. يعني ايه ظروف اقتصادية صاحب العمل بيمر بيها الأرباح بتقل المباعد بتقل أو ظروف مرضية حتى القانون قال ايه من حق صاحب العمل اغلاق المنشأة اغلاق جزئي او اغلاق كلي تاني اذا كانت المنشأة بتمر بظروف اقتصادية صعبة اعطى القانون الحق لصاحب العمل بالاغلاق الجزئي او الاغلاق الكلي طيب هو انا لما اجغلق المنشأة بتاعتي هل فيه اجراءات للاغلاق ولا انا اجغلق كده من النفسي طبعا الدولة مهتمة جدا بموضوع الاغلاق ليه الاغلاق هنا معناه ان انا همشي عمال وهمشي عمال يعني احنا قلنا العامل ده حياته قائمة على الاجر اللي بياخده فمعنى ان هو المصنع ده يتم اغلاقه ان انا هنا همشي عمال فعشان كده الدولة اهتمت بالاغلاق وقالت ايه بقى قالت هناك مجموعة من الاجراءات الدولة اتخذتها في القانون في قانون العمل للاغلاق ايه يا بقى الاغلاق ده اول حالة الاغلاق يتم عن طريق الجهة المختصة او اللجنة المختصة يعني ايه يا مستر يعني الدولة عملت حاجة اسمها لجنة مختصة موضوع الاغلاق ده لو انا اه كصاحب عمل عايز ان انا اغلق المنشئة بتاعتي اقدم طلب للجهة المختصة يبقى الاغلاق يتم عن طريق الجهة الايه المختصة ولازم في الطلب بتاعي يشمل حاجتين يجب ان يشمل طلب الاغلاق على حاجتين ايه هما اسباب الاغلاق انا عايز اقول لك ليه ايه الاسباب اللي وراء الاغلاق ده تاني حاجة عدد العمال المراد لاستغناء عنهم نقول تاني اجراءات الاغلاق اول حاجة في اجراءات الاغلاق ان انا بقدم الطلب للجهة المختصة بعد ما بقدم الطلب للجهة المختصة يجب ان يشمل طلب الاغلاق على حاجتين تاني يجب ان يشمل طلب الاغلاق على واحد اسباب الاغلاق تاني حاجة عدد العمال المراد لاستغناء عنهم عدد العمال اللي انا هستغناء عنهم يجب ان ترد اللجنة في خلال 30 يوم على الاقصر رد اللجنة لازم ييجي لصاحب العمل على الطلب اللي هو قدمه في خلال 30 يوم على الاقصر وفي المدة دية يحظر على صاحب العمل يحظر على صاحب العمل الاستغناء عن اي عامل دون رجوع للجهة المختصة تاني نقول كده الإجراءات مع بعض ونجيب وراء وقلم ونكتب الإجراءات بتاعتنا يتم الإجراءات إحنا بنتكلم على إجراءات الإغلاق يتم الإغلاق عن طريق الجهة المختصة أو اللجنة المختصة رقم اتنين يجب أن يشمل طلب الإغلاق على أسباب الإغلاق وعدد العمال المراد الاستغناء عنهم رقم تلاتة يجب أن يصل رد اللجنة في خلال تلاتين يوم على الأقصى تلاتين يوم بالكتير وقلنا كمان يحظر يحظر هنا ممنوع يحظر على صاحب العمل الاستغناء عن أي عامل دون رجوع للجهة المختصة هيجي السؤال يقول لك إيه قام صاحب عمل بالاستغناء عن بعض العاملين بدلا من إغلاق المنشأة لحد كده ما فيش مشكلة دون رجوع للجهة المختصة أقول له لا هنا بقى غير قانوني غير قانوني ليه يجب الرجوع للجهة المختصة مش قادر استغناء عن أي عامل للم يرجع للجهة المختصة بقى دي اجراءات الاغلاق القانون كمان قال في حاجة اسمها بدائل الاغلاق يعني منقول لصاحب العمل بدل ما بتغلق المنشأة اغلاق كلي القانون هيديك بدائل ايه البدائل ديت اول بديل عندنا تعديل عقد العمل يعني ايه تعديل عقد العمل عقد العمل ببقى فيه بيانات زي ما شرحنا في الحلقات اللي فاتت المهنة والاجر وطبعا ببقى متضمن في عقد العمل حدد ساعة اللي انا اشتغلها كلا تعديل عادل عمل بقى يعني ايه? انا كصاحب عمل ممكن اعدل اي حاجة من دول. يعني ممكن ان انا اغير المهنة. في حالة الايه? الوفا عليكم في حالة الاغلاق بس. اغير المهنة. او ان انا اغير اه مكان العمل. او ان انا اقلل ساعات العمل. او ان انا اه اوديك لشغلانة تاني. كل ده من حق فيه حالة الاغلاق. كمان ان انا اعطي للعمال اجازات معينة في ايام محددة بدون اجل. دي من بدائل الاغلاق. سبي نقطة مهمة جدا. انا كعامل مش عايز بقى خلاص يعني صاحب العمل بيقول لي انا هقلل اجبك بدل مغلق. طب انا مش عايز. لو انا مش عايز من حق ان انا ارفض وهاخد كمان حاجة اسمها مكافأة الاغلاق. ونحط شرط خط مهم جدا مكافأة الاغلاق دي. ايه مكافأة الاغلاق? هي عبارة عن شهر عن كل سنة من الخمس سنوات الاولى. عبارة عن شهر من كل سنة من الخمس سنوات الاولى. وشهر ونص عن باقي المدة. شهر ونص عن باقي ايه? عن باقي المدة. ده بالنسبة ليه? آآ بدائل الاغلاق. كده احنا كده عملنا مواجع على الباب الاول. كلمنا كمان في بداية الباب التاني باب التشغيل. كلمنا على تشغيل الاجانب في مصر. طيب افكرت كده بتشغيل الاجانب في مصر. لو الاجنبي عايز يشتغل في مصر. اهم الاسئلة اللي ممكن تجينا فيها ايه? عندنا شروط تشغيل الاجانب في مصر. عشان الاجنبي يشتغل جوه مصر. لازم يتوفر ثلاث شروط. ايه هما الثلاث شروط دول? اول شرط. آآ الحصول على تصريح او ترخيص عمل. تاني شرط محل اقامة. تالت شرط تطبيق مبدأ المعاملة بالمسل. يبقى شروط الاجنبي عشان يشتغل جوه مصر. آآ تصريح عمل. محل اقامة. والشرط التالت. تطبيق مبدأ المعاملة بالمسل. لكن نخلي بنا من الشفط التالت ده. يعني يا مستحى تطبيق المعاملة بالمسل الاول. مبدأ المعاملة بالمسل يعني. معناها الدولة اللي هتشغل مصريين. احنا عندنا في مصر هنشغل ناس من عندها. الدولة اللي هتقول انا مش هشغل المصريين من حقها. واحنا كمان من حقنا نرفض آآ تشغيل ناس من عندها. ده اسمه مبدأ المعاملة بالمسل. لكن احيانا لا يطبق مبدأ المعاملة بالمثل لو انا محتاج العمال دول ممكن اتغاضع عن تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل يعني لو جلنا سؤال وقال لنا احيانا لا يطبق مبدأ المعاملة بالمثل الاجابة هنا اقول له اه طبعا احيانا لا يطبق مبدأ المعاملة بالمثل دي اجابة صحيحة ساعات ما بيتطبقش طيب فيه كمان تلات مهن يحظب على الاجانب العمل فيهم داخل مص المهن المحظوب على الاجنبي ان هو يشتغل فيها داخل مصر عندنا اول مهنة ممنوع الاجنبي يشتغل فيها مهنة الابشاد السياحي مهنة الابشاد السياحي المهنة التانية الرقص الشرقي يبقى الابشاد السياحي والرقص الشرقي المهنة التالتة التخليص الجمهوري يستسنى في المهنة التالتة التخليص الجمهوري يستسنى الاخوة الفلسطينيين من المهنة التالتة دي يعني ممكن الاخوة الفلسطينيين يشتغلوا في التخليص الجمهوري يبقى عندنا كده تلات مهن ممنوع الأجنبي يشتغل فيهم الشهد سياحي رأس الشارعي تخليص جمهوري طيب بالنسبة ليه حالات انهاء عقد العمل الأجنبي متى ينتهي عقد العمل الأجنبي أو حالات انتهاءه طبعا اللي بينهي عقد العمل الأجنبي ووزير القوى العاملة والهجرة طب بينهيه ليه لاحد الأسباب اللي هنقولها دلوقتي إذا تم الحكم على الأجنبي ده بجناية مخلة بالأداب أو الشرف لو الأجنبي ده عمل حاجة مخالفة للقانون وتم الحكم عليه بينتهي عقده كمان إذا مس الأمن القومي يعني عمل أعمال من شأنها إنه هو يمس أمننا القومي ساعتها بنقوله لا أعدك انتهى وطبعا ده غير العقوبة الجنائية اللي ممكن توقع عليه إذا مارس عمل لو مارس العمل ده غير المرخص له هو في تصريح العمل تصريح عمل يعني إيه ما بيجيش من بلده ده على الشغل هو جاي على الشغل فمكتوب في الترخيص العمل اللي هيشتغل لو تلقناه شغال في عمل تاني إذا مارس عمل غير المرخص له بيتم إلغاء أو إنهاء العقد بتاعه طيب السؤال بتاعها بيجي إزاي يقول لك قام وزير القوى العملة والهجرة بإلغاء عقد عمل أجنبي للحكم عليه في جناية مخلة بالأداب أو الشرف قانوني لأنها من حالات إلغاء عدد العمل الأجنبي في نقطة مهمة جدا كمان عدد الأجانب اللي ممكن نشغالهم في أي منشأة مصفية لا يتجاوز نسبة عشرة في المية تاني عدد الأجانب المسموح لهم بالعمل في أي منشأة لا يتجاوز نسبة كام عشرة في المية يعني النسبة عشرة في المية خلي بقى لأنه بقى لأنه ممكن سؤال يجي يقول لك إيه ما يقول لكش النسبة هو أنت عارف النسبة خلاص عشرة في المية يقول لك مثلا صاحب منشأة يعمل لديه ألفين عامل صاحب منشأة شغال عنده ألفين عامل قام بتشغيل تلتمية عامل أجنبي هل الموقف ده قانوني ولا غير قانوني قبل ما أقول قانوني ولا غير قانوني لازم بقى استحضر كده في دماغي النسبة آه النسبة كام القانون قال ما تزلش عن عشر في المية هو عنده كم عامل الفين عامل يبقى الفين في عشر على مية تديك ميتين عامل هو شغل كام تلتمية هنا كده خالف القانون يبقى قوله هنا غير قانوني لان نسبة تشغيل الاجانب كام ربع ليكم عشرة في المية لا تتجاوز العشرة في المية تصريح الاجنبي بنتفعله مبلغ آآ آآ الف جنيه على الاقل لالف جنيه يبقى التصريح عشان الاجنبي يجي يشتغل ويحصل على التصريح بيدفع مبلغ على الاقل الف جنيه ممكن يزيد بعد كده طيب ده بالنسبة للاجانب طيب معانا مجموعة النهاردة من الاسئلة الصح والغلط هنشوفها مع بعض كده وهنتفق اتفاق انا مش هقولي الاجابة على طول انا هشرح لك الجزء ده فين وبعد كده احنا عشان يبقى نراجع كاملة عن اللي احنا بنقوله تعالوا مع بعض كده نشوف الاسئلة بتاعتنا ايه النهاردة ده علامة صح او خطأ امام العبارات الاتية ده علامة صح او خطأ امام العبارات الاتية يحذر على العاملين في المؤسسات العلمية الاضراب عن العمل يحذر طبعا يحذر يعني ايه يعني ممنوع على العاملين في المؤسسات التعليمية الاضراب عن العمل طبعا احنا لسه متكلمين على الاضراب دلوقتي وصراحنا النقطة دي بالتفصيل طبعا هنا الاجابة صح ممنوع على العاملين في المؤسسات التعليمية الاضراب عن العمل وقم اتنين اصحاب الاعمال الخاضعين لقانون العمل غير ملزمين بتشغيل زوي الاعاقة طيب قبل ما نقول الاجابة هنا صح ولا خطأ تعالوا مع بعض كده نفتكر مع بعض جزء المعوق تعريف المعوق حقوق المعوق الجهات الملزمة بتشغيل المعوق وبعد كده نرف هنا السؤال ده صح والله غلط المعوق او الاشخاص زوي الاعاقة هو كل شخص اصبح غير قادر على العمل او نقصت قدرته على العمل او مزولة عمل اخر بسبب عجز منذ الولادة ده تعريف المعوق طب هل المعوق يا مصدر ليه حقوق عن الاشخاص الاسوياء حقوق المعوق ايه المعوق بيحصل على بيحصل على شهادة من وزارة التأمينات كمان المعوق من حقوق القيد في مكتب القوى العاملة القريب ليه او التابع ليه هم نقطتين بقى يعفى المعوق من الكشف الطبي يعفى المعوق من الكشف الطبي ويعفى من الاختبارات تاني يعفى المعوق من الكشف الطبي ويعفى من الاختبارات كمان يعامل المعوق معاملة الاسوياء لا يحرم من اي ميزة يحصل عليها الاشخاص الاسوياء في نفس العمل طيب مين الجهات الملتزمة بتشغيل المعوق. مين الجهات الملتزمة بتشغيل المعوق? عندنا تلات جهات. مين هما تلات جهات دول? آآ الجهاز الادائي في الدولة. يعني الحكومة. الحكومة مسؤولة عن تشغيل المعوق. عندنا كمان من الجهات الملتزمة بتشغيل المعوق. قطاع العام وقطاع الاعمال. اهم نقطة بقى اللي هنتكلم فيها دلوقتي. اصحاب الاعمال. القانون قال. كل صاحب عمل خاضع لقانون العمل. يعمل لديه خمسين عامل فاقصر ملزم بتشغيل نسبة كام خمسة في المية من المعوقين في العمل بتاعه يعني ايه يعني لو انا صاحب مصنع وخضع لقانون العمل وشغال عندي خمسين عامل فاقصر انا ملزم هنا بتشغيل نسبة كام خمسة في المية من عدد العمال السؤال بيننا بيقول بقى اصحاب الاعمال الخضعين لقانون العمل غير ملزمين بتشغيل اي نسبة? اقول له لا خطأ. ملزمين بتشغيل نسبة كام? خمسة في المية. ام تبقى انا غير ملزم بتشغيل اي نسبة? ازا كان عدد العمال اقل من خمسين. يعني لو جلنا سؤال كده وقال اه رفض صاحب عمل تشغيل النسبة من المعوقين بحجة ان عدد العمال امبعين عامل. اقول له هنا يا جوز لان عدد العمال اقل من كام? اقل من خمسين. جزء للمعوق ده جزء مهم جدا. بس خلي بالك احنا بنتكلم على مين? على المعوق المؤهل للعمل اللي يقدر يشتغل. طيب تعالك كده نشوف مع بعض السؤال اللي بعد كده بيقول ايه? لا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار مدة تزيد عن ستة اصهر. لا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار مدة تزيد عن ستة اصهر. طبعا الاجابة هنا خطأ ليه خطأ? لان اه المدة هنا لا تجوز عن سلاسة اصهر. رقم اربعة. يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عامل في مكان واحد بانشاء دار حضانة. برضو من النقط المهمة جدا اللي هنتكلم عليها بالتفصيل ونوضحها لكم. من التزامات صاحب العمل القانون هنا الزم صاحب العمل بايه? ان هو ينشأ دار حضانة او يوفر دار حضانة. طب امتى القانون الزم صاحب العمل? بانشاء دار حضانة او بتوفير دار حضانة. اول حاجة. القانون قال ازا كان عدد العمال اللي شغالين اكتر من مئة عاملة. اكثر من كام? مئة عاملة. صاحب العمل هنا ملزم بتشغيل بتانشاء دار حضانة. اكثر من كام? من مئة عاملة. فهو ملزم بانشاء دار حضانة. اما ازا كان العدد اقل من مئة. فهو ملزم بتوفير دار حضانة. يبقى نقول كان المؤتدين المؤتدين مهمة جدا. ازا كان العدد اكتر من مية اكتر من مئة عاملة. فهو ملزم بانشاء دار حضانة. اما ازا كان العدد اقل من مية. فهو ملزم بتوفير دار حضانة. طب السؤال بيقول ايه? يلتزم صاحب العمل. الذي يستخدم خمسين عامل في مكان واحد. بانشاء دار حضانة طبعا هنا الاجابة خطأ لان عدد العاملين اقل من ما فهنا اه لكن هيلتزم هنا بتوفير دار حضانة طيب تعال نشوف مع بعض كده السؤال اللي بعد كده بيقول ايه اذكر الرأي القانوني طبعا احنا متفقين خلاص احنا تعودنا مع بعض في الرأي القانوني بجاوب بكلمة ايه يا اما قانوني او غير قانوني او يجوز او غير او غير او لا يجوز ولازم في الحالتين لازم اقول السبب ايه في حالة الرأي القانوني تعال شوف كده اول حالة مع بعض بتقول ايه اضطر صاحب عمل للاستغناء عن بعض العاملين بدلا من اغلاق المنشأ دون رجوع للجهات المختصة هنا طبعا بقول له الموقف هنا غير قانوني غير ايه غير قانوني ليه مستر غير قانوني لان هنا يجب رجوع للجهات المختصة طالب صاحب عمل معوق باجتياز الاختبار شرط التعينه احنا لسه قيلين دلوقتي حقوق المعوق ان هو يعفى من الاختبار ويعفى من من الكشف الطبي يبقى هنا بقى الراجل ده او صاحب العمل هنا تصرف تصرف غير قانوني هقول له هنا غير قانوني اه يعفى المعوق من الاختبار كشرط التعينه شوف بقى السؤال اللي بعد كده رفض صاحب عمل تشغيل عامل لم يقدم ضمن مصورات التعين شهادة الميلاد تاني رفض صاحب عمل تشغيل عامل لم يقدم ضمن مصورات التعين شهادة الميلاد طبعا اتكلمنا في النقطة دي وقلنا ان في حاجة بتحل محل شهادة الميلاد اللي هي البطاقة الشخصية يعني هنقول له هنا لا يجوز او غير قانوني وهنقول له هنا لان البطاقة الشخصية تحل محل شهادة الميلاد رقم 4 دي نقطة مهمة جدا عامل أجر الشهري 1200 جنيه أكلف خامات قومتها 300 جنيه خاصمها صاحب العمل دفعة واحدة طيب السؤال جاي خلينا نشرح نقطة مهمة جدا اللي هو وسائل حماية الأجر قبل ما نجاوب على السؤال طبعا الأجر ده مهم جدا للعامل ايه وسائل حماية الأجر كان لازم القانون يتدخل عشان يحمي أجر العامل يحميه من صاحب العمل وكمان يحمي فلوس صاحب العمل من العامل فعمل حاجة اسمها وسائل حماية الأجر هجعلك كده بسرعة وسائل حماية الأجر أول وسيلة من وسائل حماية الأجر بنقول إذا ذهب العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد ولم يستطع مزولة عمله لأسباب ترجع لصاحب العمل يستحق العامل الأجر كامل تاني تاني ونقولها وبعد جدا سترح لك ببساطة كده إذا ذهب العامل إلى محل عمله في الوقت المحدد في الوقت المحدد ولم يستطع مزولة عمله لسبب راجع لصاحب العمل يستحق العامل الأجر كامل يعني يا مصطر يعني لو أنا ورحت الشغل بتاعي أنا شغال في منشأة ورحت الشغل بتاعي في المعاد المعاد الشغل المحدد معاد العمل المحدد وما قدرتش أمارس عملي طب ليه لسبب راجع لصاحب العمل يعني صاحب العمل أغلق المنشاة الأسباب ترجع له هو في الحالة دي أنا أستحق الأجر كامل يبقى إذا كان السبب راجع لصاحب العمل العامل هنا يستحق لإيه الأجر كامل عشان لو جات لنا صحة وغلط إذا كان السبب في عدم قدرتي على مزولة عملي راجع لصاحب العمل هنا أقول له يستحق العامل الأجر كامل طيب الوسيلة التانية إذا ذهب العامل إلى محل عمله ولم يستطع مزولة عمله لأسباب قهرية أسباب إيه؟ قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق العامل نصف الأجر يبقى نفرق بين الحالتين لو كان السبب راجع لصاحب العمل يستحق العامل إيه؟ رضع عليكم الأجر كامل أما إذا كان هناك سبب قهري وقهري هنا معناه خارج عن إرادة صاحب العمل إلا يحصل يستحق العامل نصف الأجر يبقى السبب راجع لصاحب العمل يستحق الأجر كامل أما إذا كان السبب راجع ليه؟ السبب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل يستحق نصف الأجر يبقى نفرق بين حالتين دول برضو من وسائل حماية الأجر لا يجوز الزام العامل بشراء منتجات من منتجات الشركة يعني إيه؟ يعني لو أنا أجري مثلا ألف جنيه وشغال في مصنع ملابس ما يجي الساحب العامل آخر للشهر يقبضني تمنمية والباقي باعلي بمنتجات ده غير قانوني بتجي الزافة في الامتحان يقول عامل أجره الشهري ألفين جنيه أعطاه صاحب العامل ألف وتمنمائة جنيه والباقي منتجات من الشركة أقول له لا هنا غير قانوني لا يجوز الزام العامل بشراء منتجات من الشركة بأجره أو جزء من أجره يبقى هنا ما يقدرش يلزمني صاحب العمل أن أنا أشتري منتجات من الشركة كمان يؤدى الأجر بتاعنا بالعملة المتدولة يجوز أنه يؤدى بالعملة المتدولة برضو من ضمن وسائل حماية الأجر لا يجوز نقل العامل من الأجر الشهري إلى الأجر اليومي يعني إيه؟ أنا أشغالي أما بأجر شهري أما بأجر يومي أما بأجر أسبوعي حسب طبيعة التعاقب معايا لكن القانون قال لا يجوز لا يجوز نقل العامل من الأجر الشهري من الأجر إيه؟ الشهري إلى الأجر اليومي إلا في حالة واحدة بس إذا طالب العامل ذلك لو أنا عامل وطلبت أن أحول أجري من اليوم للشهري يجوز من الشهري لليوم يجوز أما صاحب العمل ما يقدرش يحولني من أجر شهري إلى أجر يومي برضو من ضمن وسائل حماية الأجر العمال المعينون بأجر شهري يحصلوا على أجر يومي يحصلون على أجرهم مرة على الأقل كل أسبوع تاني العاملون بأجر يومي يحصلون على أجرهم مرة على الأقل كل أسبوع من ضمن وسائل حماية الأجر برضو هل العامل يقدر ياخد قرد من صاحب العمل اه بس شرط هنا ان القرد يكون قرد حسن نخلي بنا القرد هنا لازم يكون قرد ايه قرد حسن يعني ايه حسن يا مصطر اي بدون فوائد برضو يعني ايه يعني لو انا خدت قرد من صاحب العمل سلفة يعني الف جنيه هردها له كام الف جنيه زي ما هي انا هردها له كام مش ازاي لازاي دي هنقولها دلوقتي يبقى هنا معناه ان القرد لازم يكون قرد ايه قرد حسن اي بدون فوائد طيب لما اخد القرد ده هسدده ازاي هل هسدد جزء من الحسب القرد ولا حسب الاجر بتاعي لا القانون قال ايه القانون كان صريح هنا وحددها لا يجوز خصم اكتر من 10% لقاء القرد يعني ايه ما اقدرش اخصم اكتر من 10% من ايه من اجر العامل يعني عامل الف جنيه عامل بيقبض اجر الشارع الف جنيه لما اجي اخصم منه قرد ما اقدرش اخصم اكتر في حدود 10% من الالف جنيه دول حتى لو كان القرد كان مناش دعب القرد كان لكن احنا بنخصم نسبة 10% من اجر العامل من ضمن كمان النقطة اللي بنحمي بيها اه الاجر لا يجوز خصم اكسر من اجرة خمس ايام في الشهر الواحد تاني لان دي بقى انا يعني احنا شرحنا كل ده عشان نوصل للنقطة دية لا يجوز خصم اكتر من اجرة كان خمس ايام في الشهر الواحد يعني ايه لما وقع خصم على صاحب العامل وجه نفذ الخصم ما اقدرش اخصم له اكتر من اجرة خمس ايام طيب هنعرفها ازاي مستر ديت واحنا بص نرجع تاني للسؤال اللي موجود عندنا ونقول السؤال ده بيتجاوب ازاي نرجع نبص كده مع بعض السؤال هنا بيقول ايه عامل اجر الشهري اه الف ومتين جنيه اتلف خامات اتلف ايه خامات كميتها تلتميت جنيه خصمها صاحب العمل دفعة واحدة طبعا هنا الرجل ده بياخد الف ومتين جنيه في الشهر يعني لو قلنا بالالف ومتين جنيه يعني بياخد كم في اليوم اه هنقسم هنا ايه هنقسم الالف ومتين على التلاتين يوم طب اسمت يا مستر ليه على التلاتين يوم اسمنا على التلاتين يوم لان عدد ايام الشهر تلاتين يبقى الف ومتين على التلاتين اليوم بتاعه باب بعين جنيه يعني اليوم هيقف بكم باب بعين جنيه طب هو اتلف خامات كميتها كم تلتميت جنيه صاحب العمل خصم التلتميت جنيه بالكامل خصم تلتومي جنيه بالكامل طبعا هنا هنقول له الموقف ده غير قانوني ليه لان اليوم باربعين واحنا قلنا لا يجوز خصم اكتر من اجرة كام خمسة ايامي بقى خمسة فاربعين بامتين جنيه بامتين جنيه هنا خصم له تلتومية بقى هنا الموقف هنا غير قانوني لا يجوز خصم اكتر من اجرة خمس ايام في الصهر الواحد طيب نبص كده على السؤال اللي بعد كده ده تمرين عملي تمرين عملي هنصرحه كده بالتفصيل مع بعض واحنا بنصرح هنوضح فيه حاجات انتهت خدمة مؤمن عليه بالقطاع الخاص لبلوغ سن المعاش اللي هو ستين سنة وله مدة استراق تمانية وتلاتين سنة ومتوسط الاجو الشهري للسنتين الاخرتين الف وخمسمائة جنيه احسب مستحقاته طيب هنا اوضح حاجة كده قبل ما نشوف المستحقات بتاعته اه احنا عارفين ان احنا عندنا حاجة اسمها اه اقصى مدة استراق في التأمين كام ستة وتلاتين سنة يعني ايه اقصى مدة استراق لأي عامل ستة وتلاتين سنة حتى لو انا كنت دافع اكتر من كده في الاشتراقات بمعنى احنا عندنا حاجة اسمها تعويض الدفعة الوحدة من حالات استحقاق تعويض الدفعة الوحدة إذا زادت مدة الاستراق عن 36 سنة بمعنى إيه؟ بمعنى أنا لما باجي حل المسألة قانون المعاش إيه؟ المعاش بيساوي متوسط الأجر متوسط الأجر في مدة الاستراق في المعامل اللي هو واحد على 45 طيب متوسط الأجر عندك في المسألة موجود لكن مدة الاستراق هنا بيجيب لك مدة استراق تزيد عن 36 وإحنا قلنا أقصى مدة استراق كان 36 سنة في المسألة اللي قدامنا دي جايب لمدة استراق 38 سنة طيب لما اجيب المعاش هجيبه على 38 ولا 36 ببابوا عليكم هجيبه على 36 سنة طيب كده أنا كمؤمن علي كمؤمن ومشترك في التأمين أنا كده دفع الزيادة دفع الزيادة يديه سنتين تمام؟ السنتين اللي انت دفعهم زيادة دول هتاخد عليهم حاجة اسمها تعويض الدفع الوحدة لأن تعويض الدفع الوحدة الحالة الأولى اللي بيستحق فيها إذا زادت مدة الاستراق عن كام؟ عن 36 سنة طيب التعويض ده هيتحسب إزاي؟ تعالوا مع بعض كده نشوف المسألة بتتحل إزاي؟ أول خطوة عندنا هقول يستحق معاش بحد أقصى 36 سنة يستحق معاش بحد أقصى كام؟ 36 سنة وتعويض دفع واحدة عن المدة الزيادة يعني إيه؟ يعني المعاش لما أجيبه هاخد المتوسط الأجري اللي هو جابهه لي اللي هو هو شايفينه؟ الـ 1500 جنيه أضربه في 36 طيب بحده يقول لها مستر انت ضربت هنا في مدة الاشتراق 36 وهي في المسألة 38 أقوله برضو أقوله صح ملحوظتك مهمة بس أفكرت بحاجة إن أقصى مدة استراق كام؟ 36 حتى لو هو جابه لي 38 ما أقدر شديهه 38 هضرب في الـ 36 في واحد على 45 وده المعامل بتاعي إداني المعاش كام؟ 1200 جنيه ده المعاش طيب أنا كده دفع زيادة سنتين اللي هي المدة الزائدة هجيبها ازاي؟ عن طريق قانون تعويض الدفع الوحدة اللي هو لو حد عايز يكتب القانون أفسر لك المكتوب ده إيه؟ تعويض الدفع الوحدة بيساوي متوسط الآجل ده موجود في المسألة في 12 بحوله بضربه هنا في 12 شهر فيه اتنين إيجا تمنين يا مصطب الاتنين دي المدة الزائدة عن الـ 36 إزاي برضو؟ هو في المسألة جاب لك المدة كام؟ جاب لك 38 38 عشان منها الـ 36 بتاع المعاش يتفضل اتنين فيه 15 عالمية ودي سبتة يبقى 1500 فيه اتناشر في اتنين في 15 عالمية بيساوي 5500 جنيه ده كده ايه؟ متوسط تعويض الدفعة الوحدة يبقى هنا خطوات حل المسألة كالتالي لما نيجي نحل مسألة تعويض الدفعة الوحدة نخلي بنا إزا كانت مدة الاستراق تزيد عن 36 لأنه ممكن يجيلك سؤال نظري هنا مهم جداً يستحق المؤمن عليه تعويض من دفعة واحدة يستحق المؤمن عليه تعويض من دفعة واحدة إزا زادت مدة الاستراق عن نقط أقول له إزا زادت عن كام؟ برضو عليكم عن 36 سنة لو المدة زادت عن 36 سنة هنا بيستحق تعويض من دفعة واحدة بحلها إزاي مستر؟ بحلها في خطوتين أول خطوة بجيب له المعاش عن 36 سنة المستحقة باخد متوسط الأجر اللي هو معلوم في المسألة واضربه في 36 طيب ليه 36 مع أن مدة الاستراق أكتر من كده؟ ما احنا قلنا؟ أقصر مدة استراق بجيب بيها المعاش 36 في المعامل اللي هو واحد على 45 طيب هنا أنا مدة الاستراق مسلاً سيه أربعين أنا جبت المعاش على 36 هل أنا كده دفع الزيادة؟ آه أربعين نقص ستة وتلاتين دفع أربع سنين زيادة دول بقى اللي أستحق عليهم تعويض من دفعة واحدة لما راجع أجيبك قانون تعويض الدفعة الواحدة بقول إيه؟ متوسط الأجر وده معلوم في المسألة اضربه في 12 12 شهر يعني في المدة الزيادة بقى اللي أنا دفعتها اللي هي سنتين أربعة أي كان أي مدة تزيد عن 36 سنة أضرب في كامب في 15 عالمية وده آه نسبة سبتة بيديك تعويض الدفعة الواحدة يبقى أول حلقة عندنا في تعويض الدفعة الواحدة يستحق المؤمن عليه تعويض من دفعة واحدة إذا زادت مدة الاشتراك عن كامب عن 36 سنة طيب نبدأ في الحلقة دي اتكلمنا على آه راجعنا الباب الأول كله مع بعض واجعنا جزء كمان من الباب التاني اللي هو تشغيل الأجانب في مصر وتكلمنا على آه الأجر ووسائل حماية الأجر وآه كمان احنا بن بنبكرت بحاجة الأسئلة اللي بتيجي أكمل أفكرت كده وأنا الحصة الجاية إن شاء الله أو الحلقة الجاية هجيب لك حاجة كده مجمعة فيها أهم النسب اللي موجودة في قانون العمل تقدر تذاكر منها آه نسب يعني يعني مثلا عدد ساعات العمل اليومية للعامل كم ساعة برفع عليكم تمان ساعات في اليوم أو تمانية وابعين ساعة في الأسبوع تاني عدد ساعات العمل في المتاحة للعامل أو القانون حددها تمان ساعات في اليوم أو تمانية وابعين ساعة في الأسبوع طيب افض يا مصر صاحب العمل عايز يشغل العمال أكثر من تمان ساعات هل من حقه آه القانون قال من حقه بس هنا بقى القانون هنا نصف العامل نصفه إزاي قال لو انت هتشغل العامل ده اكتر من 8 ساعات هتشغله بحاجة اسمه الوقت الاضافي الوقت ايه الاضافي بتاعنا اللي هو بالنهار 35 وبالليل 70% اه ساعدت بكم النهار ده وارجوا ان انتم تكونوا كمان فهمتوا حاجة من اللي احنا قلناه وباذن الله اه تكون استفدتم من الحلقة بنذكر على القائمين على هذه القناة ونوعدكم بمراجعة كاملة في الحلقات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته